السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلالي وأصحابي أجمعين معيكم مسهلة حنبدأوا إن شاء الله بمشيئة رب العالمين في السؤال point two أو identify the object تمام عندنا كلمة pencil يعني إيه معنى السؤال يا أطفالي معنى السؤال هنا عايز يعرف pencil إيه في ال pictures دول اللي هو في السور دي بتدينا pencil لما لقوا pencil بنعملوا عليها إيه إشارة يعني بشاور عليها تمام فعندنا كلمة pencil اللي هي إيه مدينا bag وبين وبينسل اللي هي c تمام هي البينسل هي c اللي هو عندنا هنا اللي متلون باللون الأحمر pencil أوكي عندنا في number two sphinx اللي هو إيه sphinx أبو الهول طبعا عندنا هنا sphinx اللي هو b تمام عندنا triangle اللي هو number a تمام اللي هو المثلث next page عندنا هنا كلمة read يعني اقرأ لكسور عندنا مونا وعندنا كيك أوكي طبعا تاني سؤال عندنا اللي هو number five عندنا one out يعني ايه نطلعه كلمة المختلفة كلمة الشذة يعني الكلمة المختلفة عندنا كلمة nose وعندنا mouth وعندنا big طبعا هنا اللحظة ايه عندنا part of the body nose اللي هي الأنف وmouth اللي هو الفم وباك حقيبة اللي هي الشنطة يبقى فين الكلمة المختلفة عن الموضوع كلمة big تمام في number two عندنا كلمة ten box وthree طبعا التان ده number واللي هو number two اللي هو عشرة وthree اللي هو number three اللي هو ثلاثة وعندنا كلمة box صندوق فأكيد المختلف الأود عندنا ايه box تمام عندنا number three عندنا كلمة triangle اللي هو المثلث وعندنا كلمة brother أخ وfather أب فطبعا هنا المختلف ايه أكيد اللي هو الشيب اللي هو الشكل بتاع triangle اللي هو المثلث تمام هناخدوا السؤال اللي بعده بنقوله ايه match a with b يعني وصل a b زي ما نقوله كده join عندنا كلمة jump يقفز اللي هي number one jump يقفز هنوصلوها ب b تمام عندنا pencil وقلم رصاص هنوصلوها ب c أيوة دلوقتي طبعا هنوصلوا number three guitar بنوبر a أوكي دلوقتي هناخدوا كلمة count يعني عند عندنا one two three four five six seven eight nine ten طبعا يا احبابي احنا كده خلصنا الجزء البسيط ده انا مستمرة معاكم بمشيئة رب العالمين في المنهج بتاعنا جريد وانا معاكم في كل حاجة بمشيئة اللي وعايزة اشوف مجهودكم معايا وشغلوكم معايا واتمنى انتو تعملوا لايك وسبسكرايب ونبقوا على تواصل مع مسهالة سعيد وكل طبعا حبابنا الحلوين اللي هجيبوا الدرجات كمينة ان شاء الله هنبقى نقول اسمهم وهنبقى نسقف لهم وكانت معاكم مسهالة سعيد باي باي باي